والله العملية السياسية فاشلة ولا تمثل الشعب العراقي وتوجت أخيرا بانتخابات كئيبة لا تمثل الشعب العراقي بحيث تقريبا بحدود 80% من الناقبين الكرام أسفوا عن الذهاب إلى سندق الاختراع بسبب ضعف العملية السياسية والمشاكل والخطايا التي ترتكب باسم العملية السياسية هذه العملية السياسية لم تؤدي ولا تؤدي ولن تؤدي بهذه الطريقة إلى استقرار البلاد وإلى وعدتها وسلامتها هذا باختصار مفيد العملية السياسية العراقية يجب أن يعادل نظر بها جذريا وتصلح إصلاح جذري وطريقة الإصلاح هو عبر انتخابات نزيهة لكن لا يوجد انتخابات نزيهة انتخابات 20% يحضرون من الناقبين فقط ويصير تلاعب كبير بالأصوات والتصويت والآخرية والأجهزة مثل ما قرر مجلس النواب السابق ومثل ما قرر مجلس الوزراء السابق الحقيقة الخلل الأساسي يقع في عملية سياسية هشة ضعيفة مرتبكة لا تمثل مصالح الشعب العراق نهايا ترجمة نانسي قنقر